أثمنا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة لاستعادة الطبيعة البيئية للبحيرة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة ووزير الزراع والصلاح الأراضي ووزير الري والموارد المائية وعدد من المسؤولين حيث تم استعراض جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية وأشر رئيس السيسي إلى ضرورة تطوير قدرات وأليات الصيد ببحيرة المنزلة للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك من البحيرة كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تطوير بحيرة ناصر ورفع كفاءتها وأعداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السماكية من خلال تعظيم إمكانات الصيد بها كذلك وجه بتدقيق الدراسات العلمية المتعلقة بكافة عناصر إنجاح مشروعات تطوير الريف المصري خاصة ما يتعلق بتوفير المياه ونوعيتها قال الرئيس الأوكراني فضاديمي زيلنسكي إن 22 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في هجوم صاروخي روسي على محطة سكك حديدية في الوقت الذي تحيي فيه كياف ذكر استقلالي عن الحكم الصوفيتي وفي كلمته أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة قال جيلنسكي إن الصواريخ أصابت قطارا في بلدة تشابلين الوقاع غربي دونتسك التي تسيطر عليها روسيا مضيفا أن نيران اندلعت في أربع عربات عربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلاقها إذاء التقارير بشأن تجدد الأعمال العدائية في إثيوبيا وفي بيان له دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين حكومة إثيوبيا إلى مضاعفة الجهود للمضي قدما في المحادثات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار دون شروط مسبقة والوصول في النهاية إلى وضع حد دائم للصراع وأكد بلينكين أن العودة إلى الصراع النشط ستؤدي إلى معاناة واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان والمزيد من المصاعب الاقتصادية مطالبا جميع الأطراف في إثيوبيا باحترام توفير الغذاء والوقود من قبل الجهات الإنسانية والامتناع عن عسكرة الإغاثة الإنسانية والعمل على استعادة الخدمات الأساسية للمحتاجين أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة اعتماد بلاده على إمكانياتها وصرواتها الذاتية في المقام الأول حتى لا تبقى رهينة تطورات خارجة عن إرادتها جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي حيث تلقى التقرير السنوي لعام 2021 وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي في تونس وخاصة دور النقد في تمويل الاقتصاد وإدارة المخاطر خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم فضلا عن الصعوبات التي تشهدها تونس ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بالحد من آثارها السلبية أما رياضيا فحقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على نظره السعودي بثلاثة أهداف دون رد في أولى مواجهاته بمطولة كأس العرب للناشئين المقامة في الجزائر سجل أهداف المنتخب الوطني كل من إبراهيم عادل وعمر حمدين وأيمن عبد العزيز وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السعودية وسوريا ولبنان نهاية منجزة ثمنا نعود لاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل